السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك الكنافة او كنافة الفنجان سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله هتجربوها بس تابعي معيها الفيديو للاخر واول حاجة هنبتدي بيها طبعا هو السيرب او عسل الكنافة حطيت كوبايتين من السكر هحط عليهم كوباية من الميا انا بعمله عسل او سيرب تقيل شوية وبعصر عليه كده عصرة نص لامونة وبحطه على النار لحد ما يغلي معانا وبعدين بنسيبه حوالي كده عشر دقايق وبعدين بنقفل عليه النار وهو كمان لما بيبرد بيتقل اكتر بعدين بقى هنحضر الكنافة جبت حوالي دور ربع كيلو من الكنافة طبعا الكمية هنا حسب ما تحبي تزودي او تقللي والاول بنحطها في الفريزر بعد كده بنطلعها ونكسرها بالشكل ده طبعا دي كده اسهل طريقة ان انت تقطعي بيها الكنافة الاول بتحطيها في الفريزر ونقطعها بالشكل ده طبعا خطوة ضرورية جدا ان احنا نخليها كده وبعدين هحط عليها نص كوباية من السمنة او الزبدة ونقلبها كويس مع الكنافة لحد ما تتشرب كده من السمنة ودي كمان خطوة مهمة قوي في الكنافة طبعا عشان تطلع معاك نجحة ومزبوطة قلبت كده كويس السمنة مع الكنافة لحد كده ما تشربتها وبعدين بقى هنجيب الفنجان او اي كوباية عندك طبعا عشان تسهل علينا بحط الاول كيس كده وبحط جزء من الكنافة وبضغط عليه بالشكل ده وبعمله كده زي يسور عشان احط فيه الحشوة وانهح شيها نوتيلا طبعا بقى لو حبت حشيها اي حاجة براحتك ممكن تحشيها مكسرات او مهلبية او كسطر يعني زي ما تحبي وبعدين بحط عليها شوية كمان من الكنافة وبضغط عليها بالشكل ده وبعدين بنتلعها كده بكل سهولة وده طبعا عشان الكيس اللي احنا حطناه هيسهل معانا كتير وبعدين بنحطها في صنية او صاج بنكون دهنينه بالزيت او السمنة وهخلص بقى كل الكمية بالشكل ده بحط الاول جزء من الكنافة وبعدين بعمله صور كده عشان الحشوة ما تطلعش معانا وبنغطيها بالشكل ده اهم حاجة كده بنضغط عليها كويس عشان تاخد شكل الفنجان وهخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة هي طبعا سهلة جدا مش هتاخد معاك وقت خالص بس بجد نتيجتها حلوة قوي وتغيير كده عن الكنافة العادية او التقليدية وطبعا بقى الحشوة ممكن تغييري فيها ممكن كمان ما تحشهاش حاجة خالص وتبقى سادة برضو هتبقى حلوة قوي وكمان ممكن بدل ما تستخدمي الفنجان تستخدمي اوالب الكوب كيك برضو بنعمل نفس الطريقة وبتطلع معانا حلوة قوي خلاص كده خلصت كل الكمية اللي معايا حطتها كده في صنية صغيرة عشان الكمية معايا كانت صغيرة مش كتير وبعدين كمان بحط لها شوية كده سمنة فوق الوش هتديها طبعا لون حلو وكمان طعم وخلاص كده بندخلها الفرن الفرن بيكون على درجة حرارة متين او اعلى من المتوسط بشوية تاخد لون من تحت بعدين بنشغل عليها الشوية وده كده بيكون شكلها طبعا بقى باخد العسل او السيرب اللي عملته في الاول طبعا بعد ما سبته يبرد الاول بعدين هحطه كده بقى على وش الكنافة بالشكل ده وطبعا انا مش بزود اوي في العسل او السيرب ده عشان طبعا احنا حشينها نوتيلا وكمان هنعمل لها خطوط من النوتيلا عشان ما يبقاش طبعا سكرها كتير اوي وده طبعا بيكون حسب الرغبة او حسب ما بتحبي بعدين بقى خط كده شوية من النوتيلا خففتها بشوية من اللبن وحطتها كده في كيس تلاجة وفتحت كده فتحة صغيرة وعملت كده بيها خطوط هتديها طبعا شكل حلو وكمان طعم احلى وده كده شكلها وهي كده خلاص خلصت معانا وبجد طعمها حلو قوي النوتيلا او الشوكولاتة مع الكنافة بجد طعمها حلو جدا وكمان تغير كده عن الطريقة العادية للكنافة وكمان سهلة جدا وبسيطة تبقى كمان طحفة جدا في العزمات تبقى حلوة جدا وشكلها حلو قوي وكمان سهلة ومش هتاخد معاك وقت خالص اتمنى انتوا تجربوها وبجد هتعجبكم ان شاء الله وقال فهنا لكل اللي جربها ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بقدموا واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة واسبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة